تضيف صفحة المكتب الأخرى تنظيف موضوع بحثة تشهيل المساعدة تضيف موضوع بحثة تشهيل الموضوع تضيف موضوع بحثة تشهيل المنزل تضيف موضوع الموضوع اشتغلوا معايا ممكن نشيلهم. نعمل. تمام اختفوا. هنا. اللي هو. لو نزلنا هنلاقي فيه اتنين. واحد اللي ستارت اللي هو الاولين والباينير اموت التاني. فمن الهارد وركون فجريشن لو ايه انا دلوقتي عايز اموت واحد بس. موجه اتنين. فانشيل ده مثلا نسميه وده يبقى نوت يوزد. وكله بقى كده بعد كده نوت يوزد. طيب بقى لي بس ليه? الوزي تريب. تمام? ده كده استخدام نفسه هو هو. نفس الشرح اللي قولناه في القاسطان ده هنا هيمثل الرلي سيتنج والريلو هيمثل الوميكرون سيتنج. الهنا مش ايه مش محمل اي. اه مش محمل اي حاجة من الرلي. فالقيم دي كلها على الايه? على الديفولت فاليوز. تمام? برضو لو عايزين نعمل من هنا القيم بتاعة اللي هلحطها سبق قيم طيار او جهد اي قيمة لو عايزين نعمل لها لينكينج. مع السيتنج بنفس الطريقة بتعمل وتحدد او اللي انت عايز تعمل ايه لينكينج معها? سواء فريقونسي او جوت او طيار بنفس الطريقة اللي قولناه في القوكس امي سي. او كبرنا دي بقى كده شوية. دي عندي بختار اول حاجة دي اللي هي القوانتيتيز اللي انا هشتغل عليه. يا اما دايركت يا اما نفس اللي كانه في الذي كانه في يعني لو انا عايز اشتغل مثلا على اعمل binnen فانا ممكن اجيب فانا ممكن اجيب فلا عايزين مثلا واحنا شغلين لو انا عايز اشتغل على من او ممكن نشتغل ايه? نجيب هنا كده وبنشتغل على على الاي نوت. بس. بس. تمام? اه لو عايزين مثلا في اشتغل على على اليو تو او اليو نوت برضو نجيب ونجيب الجهود ادي اليو تو وادي اليو نوت. تمام? تمام. في اه الانبيدنس زي ما قلناها برضو. والباور. انا هنا اشغل اوبر كارنت فنجيب ايه? واحدد الطيارات. ممكن احد الطيار او طيار 3آ فتة. هنجيب الطيار 3فزك مع بعض. الريم اولاني ده بيمثل الريم. الريم التاني ده بيمثل الدروب Est. فالريم السلام المفروض انه هيبتدي من السفر. انا عرف ان قيمة الريم التو او 1.000m. فهازد قريبا على الإهمية في الغرب 1.000m. فالريم الاوليين المفروض انه هيطلع من سفر لحد 1.000m. بمعدل قرجي.. نجعلها بمعدل 100 ملي خلال 100 ملي ساكند يعني يطلع كل 100 ملي ساكند هيطلع كم؟ الاتنين دول بيمثلوا لعدد الستيبس فعدد الستيبس هنا ظهر 16 لو انا عبت في دي خليتها مثلا 200 عدد الستيبس هتقل انا عندي هنا كده نخليها 100 ونخلي دي 16 والكونديشن نفس اللي قلنا المرة اللي فاتت التايم ده يكون اكبر من التايم تايم فلو انا هنا عمله 100 المفروض يكون التايم تايم يكون اقل من 100 لو كبرنا مثلا ممكن نقل دي خليها 0.05 كده بقيت 50 ملي تمام؟ عايز الغي نخليه 0 نخليه 0 تمام؟ فهنا بقيت 100 وعدد الستيبس 16 هنا الطايم اللي هيستخدمه في الستيب دي واحد وستة من عشرة سنة لو رجعنا للدروب اوف هيبقى من واحد ونص امبير هيجيبقى من واحد ونص لحد الزيرو ماشي؟ بمعدل هتلاقي المعدل بقى سالب سالب 100 لكل 100 ملي وبرده الطايم ده المفروض انه يكون ايه؟ اه في البيكوب انا اسف البيكوب الطايم ده بالرعاية انه ما في الدروب اوف لا يعني في الدروب اوف لو انا خليت الطايم ده اه عشان ما فيش دروب اوف تمام؟ فهنا برضه خليلي ايه؟ وستة من عشرة سكند واحد وستة من عشرة سكند واحد وستة من عشرة سكند باجمالي ده الاجمالي بقى ثلاثة واثنين من عشرة تمام؟ دي كده لايه صفحة التست فيو لو هنكبر بقى الديتيل فيو او هنشوفه دلوقتي لما هنروح للفيو بتاعنا ماشي؟ ادي هنا عندي الديتيل فيو الرامبج اللي انا لو قابد دي المفروض الجهود اللي هتحقن مع الطيارات هنلاحظ نقطة اننا لو عايز احقن لو عايز احقن جهد معين في الصفحة بتاعة الرامب الاولاني او الرامب التاني هغيرها يعني ممكن نغير فيو الجهود زي ما انا عايز ليه؟ لان الجهود مش من ضمن الحاجات اللي انا مختارها هينوه يعني انا هنا ممكن اختار سجنال اولانية كطيارات وسجنال تانية مثلا كجهود لو اقترضنا ان هنا فيو جهد معين نخش به يحقن هنا في الرامب الاولاني بس هنا مختار الفريقونسي اختارنا الى مجنيتيوب خلاص ادي السجنال التانية ظهرت اللي هي باللون ايه؟ باللون الازرق ده المهم ان انا عندي لو اختارت سجنال تانية مثلا جهد فانا مقدرش اغير الجهد الاول ايه دا مقدرش اغيره تحت خلاص خلاص لو انا مش مختار حاجة سجنال تو دي نانو اقدر اغير فالحصل ان انا القيمة اللي اقدر غيرها من هنا لازم تكون انا مش مختارها مش مختارها فوق كسجنال الرامب يمشي عليه تمام؟ فانا هنا مثلا اعايز بالنسبة للتالت للتالت جهود انا بحقن مش عايز جهود او يعني مش فارق معك جهود والرامب الاولاني صفر تمام؟ الله عز برض ان انا مقدرش اغيره لان دي قيمة انا مختارها فوق سجنال انا مختارها فوق اللي هي كطيار ان هو يتغير فاي سجنال اللي هاختارها معانا انا مش هقدر اغيرها فين؟ في الان لو جاوبت اللي تحت ويبدأ من الصفر لان ده بيكوب الرامب الاولاني بيكوب المفروض ان هو بتاعته بزيرو لو انا مش مختار هنا مثلا جهد اه انا اسف طيار اي الوان بس سجنال عبارة ان الطيارات الطانية من الممكن اغير فيهم عادي Agitие، ليس اختارها فوق takich انا مختارها والمثابات وثبتهم solo سجعagi لكن Ohhh بيكوب المفروض ان الان احتفال كحتوى المفروض انه اقدم ان طيارات الدبوحي وعايز يبقى فيه كونديشن تاني غير الطيار عايز جهد مثلا يكون بقيمة وعانا ولا اي حاجة ممكن نصابه بقى الجهد ايه من هنا من نسبة ليه البينري اوت انا مش مستخدمه انا مش عايزه لو في اي فانكشن تاني مثلا لو عايز اجيب مثلا اي حاجة تانية عايز كونديشن يكون موجود بقى بضيفه انا هنا اووركرانت مش محتاج اي حاجة تريجر اللي هو الستوب كونديشن خلاص الستوب كونديشن عندي هستخدمه ببينري تريجر هنا الستيت بتاعت البينري امبوت فيه تلاتة واحد معناها لما يكون مفتوح وقفل ينهي الايه ينهي الصفحة وينهي الحق صفر معناها العكس معناها لما يكون مقفول وفتح اكس معناها يعني مش حالة البينري امبوت مش تخش معاي نوت كونفيجرد تمام اخطر هنا انا طبعا في الرمب الاولاني ده بيكوب فالمفترض ان الاوبوت هيقفل يبقى هنا ان يتعمل واحد تعمل كده ده كده بالنسبة للرمب الاولاني لو نزلنا الرمب التاني نضبط برضو هنا كده الانالوك انا مش وحتاج زي ما قلنا جود ممكن نخليها ايه نومينال هنروح بقى للطائرات هنلاقي طائرات ايه سابتة بدايتها عند واحد ونص وهاتقل وبرضو مش هنقدر نغير فيها الزاوية ممكن نزبطها خلي ده زيرو بعد ننسي دانجل تمام البينري او بيش محتاجه هنا بقى التريجر العكس انا بقى انا بقى ده روب اوف يعني المفروض ان هو يكون مفتوح بمقفول ويفتح فنخلي ده كام صفر ده كده بالنسبة لالي دي ثلت فيو مجمل مرة برضو عشان يبقى الليت فين زي بعض طيب بالنسبة لي دي الايه ده الرمبات بقى ده الرمب الاولين يهو بدأ من الصفر لحد واحد ونص وده الرمب التاني بدأ من واحد ونص لحد الصفر تمام بالنسبة لي ده الاساساسمينت ده الريزلت في عندي اتنين في عندي الرمب assessment وفي عندي اللي انا هشتغل عليه هو الرمب assessment لو فتحناه الاولين هوا الرمب الاولين الي هو البيكاب والرمب التاني الي هو دروب اوف هنا الكنديشن الكنديشن فيه الرامب الاولاني ان الـ over current trip ده الـ binary input لما يكون صفر الواحد يعني لما يكون مفتوح ويقفل يبقى كده الكنديشن التاني العكس لما يكون واحد لصفر هنا السيجنال اللي انا عايز اجيب ليها drop off وبقبل هي السيجنال اللي هي الثلاث طيارات تمام؟ المفروض انه من value انا متوقع بكاما؟ واحد امبير هيا من backup و drop off عند واحد امبير الـ diffusion ممكن نخليها مثلا 50 ملي فوق و 50 ملي تحت هنخلي مثلا 50 ملي امبير بالـ positive و 50 ملي امبير بالـ negative تمام؟ الملو؟ لو ما زبطش هنشوف انه هيعمل assessment field يعني حتى لو طالع عنه ب 10 ملي هجيب برضه assessment field نفس الكلام في drop off نخليه 50 ملي يبقى الـ assessment field يبقى الـ assessment field هتفرق في حتة الـ automatic لو عجيت عملت OCC هتفرق في ان انت هو بيعمل اختبارات كتير وورا بعض يعني ممكن يعملك بتاع سبعين اختبار فهتيجي بقى ايه اه 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 اتلاقي فيه في الف اختبارات شاست بس ان انت ايه ما زبطش الـ 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 اللي امبير امبير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نخلي دي ميد ميلي. لو كان بتعضبك هو مشكلة. مشكلة نكبر الاتنين. هادي اهو نقح الاتنين. تمام? اللاحز بقى نقطة مهمة. التريبطايم هنا كان خمسين فأزياد. لان انا عمل التريبطايم بخمسين ميلي فجاء تمانين. انما دروبوف انستنتينيوس. تمام كده? لو انت كنت مذبق من الاول بردو البيكوب هيبقى انستنتينيوس كان بردو ده ظهر ان هو ايه? يعني في حدود تمانين وعشرين ثلاثين. انا دلوقتي التريبطايم بخمسين ميلي. خمسين ميلي. واعتبرناها بردو لما حطينا قيمة القيمة بتعديد دي تي. حطيناها اكبر من خمسين. فهي انا عمل بيكوب. عندي ايه? يعني ازياد من الخمسين بوقت الوقت. تعال صفحة الاسيسمنت دي من فيو. اه. اه 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 اي اسيسمنت. بظهر اللي انا عايز وهانين الرامب اسيسمنت ايه? اه. تيجي تاني. وتشتغل عليه. تمام? لو عايزين كده نيجي من على الرامب ونشوف كده لايه? البتاعه هو شغال ستارت هيبتدي بقى من الصفر. ينزل. هتلاقي زبط. تمام? انا هنشوف الريبورت. من الريبورت سيتنج دي فاين. معلمين احنا على الريبورت. بس ان نجيب الايه? اللونج. ما دي الريبورت من فيو. ريبورت فيو. طب انا مش جاب حاجة لان هو ايه? ما بتدنش. خلينا نبتدي اختبار. ونشوف الرزولت بتاعته. اهو. اه يتسايف ازاي? اه يتسايف ازاي. ده البيقاب اهو. هذا البيقاب. وقت البيقاب وقت الدروب اوف. تيجي بقى انت هنا كده. هدي برينت فيو. اظهر عندك اهو. هذا كان ممكن تدوس برينت. تختار مثلا ازا بي دي اف. ها دي نايترو بي دي اف اهو. تم داس اوكي. سميها رامبنج ايش مشكلة. سميها رامبنج ايش مشكلة. اهو. احنا هنا اصلا بص في الطبيعي. اللينك ده لينك تو اكس ريو. مش لينك تو ريو. انا دلوقتي بعمل لينك اصلا هنا انا مش محمل اكس ريو. المفترض ان انت تخش بقى لما تحمل اكس ريو تخش جواها. خلينا كده نشتغل ماشي ممكن. ماشي. ماشي. نجربة نجربة نجربة. ماشي. 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 احسن هان حفظ تجينك الليها الرامبنج. انت بقى اي اي بورديكشن تانية. مبقاش يعني عشان لما تستخدم او سي سي فانت ملاكش طرق للرامبنج. ماينفعش تجينك من الكوكس امي سي. ماشي. ماشي. هو هنا كده جاب. ادي فايل. امبورت ريلي سيتنج. اكس ريو. نتأكد وهو تحت بيعمل امبورت ان يزيلو اي رول. كده انا راميت ايه؟ راميت ريلي سيتنج. فلو انا جيت هنا عملت. ماشي. نعمل لينك اه. نعمل لينك او. لينك او اكس ريو. هنا بقى ظهر لي احاكتين. ظهر لي سيفين اس دي. ده ريلي موديول. ده اللي انا بسمي اكس ريو. وظهر لي ريو ده اللق موكرو موديول. انا في الاول ما كنتش رامي حاجة من الريلي. فكنتش اغال بالريو. يعني البتاع دي كانت اسمع كاستم. ما كنتش موجود عليها حاجة. فكنتش اغال من ده. دلوقتي انا هرمي ريلي سيتنج. فانا ممكن اخش من هنا واشوف بقى السيتنج. الباور سيستنج داتا مثلا. الباور سيستنج داتا مثلا. باور سيستنج. زيني السيتي برايمري. ده مثلا ايه؟ الجهد. لو انا عايز اجيب الفيس فولتيج. او انسيبه لللاين. زي ما انا عايز. انا عايز كام من النومينال. ده النومينال دلوقتي. يبقى انا عايز كام منه. وعايز اضربه بقى انه من يلبس. يبقى اقلم منه النص. يبقى ازيب منه. فانا انا نسبت. نسبت السيتنج دي. للسيتنج بتاعت الريلي. فاجي بقى بعد كده مثلا. انا زبطت فايل. وعايز اجربه على اكتر من الريلي. كل اللي انا اعمله ان انا اهرفع التست اوبجيكت. وامحاطة سيتنج جديدة. السيتنج بتاعتي. يعني انا في الريلي الاولاني كان لديه سيتنج. ممكن نروح للريلي تاني بسيتنج مختلف. فاروح اعمل امبورت ريلي سيتنج لسيتنج لريلي تاني. القيم دي. القيم دي طالما ان هي لينكد. بالسيتنج ده فهتتغير من السيتنج الاولاني للسيتنج التالي. فانا مش هتعب ان انا اخش تاني. وازبط قيم جديدة. للبكوب وضربه. هاون كده. هاون كده. هاون كده. انا بقى هراعي دلوقتي انا حطيت القاعدة انه المفروض يكون اكبر من التريب طيب. القاعدة اللي لازم اراعيها. لما لازم تكون. القاعدة ليش رجال. وانه من الفاليو بتاع التريب. وانه من الفاليو بتاع التريب. انا ممكن اعمل لينك. لأي ان. اه. يعني انا هنا هحط الاي اني مثلا باثنين. سواء الريتت ده بقى كان بواحد كان بثلاثة امبير مش فارع معي. بس الحفل هو الحالة. الحالة هو الحالة لطائعة الطائعة. وانت برضو ممكن تعمل. لينك او. اي 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 اه. اه خلاص. اه. اه. انا احسن. اه. 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 اخيدي مسلا واحد. واحد في الستنج. مهما يكون بقى الستنج ايهو. ماشي هنا محطوطة عشان تلاقيها معقولة او او. مش ظهرة. مقفولة. تفاهم? اني انجرب حاجة تاني. برضو دي مقفول. ماشي? فالقصد اللي انت تقدر تنسب اي حاجة اي حاجة انت عايزها من موت للايه? لو عايز بقى هي هي تشتغل على اتنين سيجنال. يعني لو انا حاجة مسلا أشتغل على السيجنال الاولينية طيارات والسيجنال التانية جهود. ماشي? هل ده سيجنال الاولينية السيجنال الاولينية. الان ده السيجنال الاولينية لو اتكبرنا دي. هلدح من ورسة زرق ده. دي السيجنال التانية. الفك الفك فه Beefedى جهود. تمام? يمكنني أن أقوم بإمكانك سيجنال تكون مستاند يمكنني أن أخلي مثلاً صفر وأضع صفر وأخلي مثلاً أربعين فولت ويجب أن أخبرت أربعين فولت في الأستثة الأولينية أريد أن أخبرت 0 فولت والأستثة الثانية أريد أن أخبرت 40 فولت من غير تغيير الزير هتلاقيها هنا ودل أربعين ولكن لو أنت ظبطت هنا سيجنال اثنين على أنها الجهد وليس تقدر تغيرها تحت يعني لو كبرنا دي هنا في الجهد والطيارة الأثنين بقى إيه أنت كده مختار الأثنين فأنت لو عايز تظبط تغيير جهد مع طيار في نفس الوقت خلاص ممكن إلي أنت تخلي دي هنا وممكن إنت كده كده هتقابلي إيه الجهد اللي إنت عايزه في انت فاهم؟ مش لازم تعملها إيه سيجنال تاني تمام؟ ده الكلام ده إيه بالنسبة لي الـ